أهلاً وسهلاً ومرحباً بالأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء جواباً على سؤال بعض الأصدقاء حول قضية كلية الطب كانت مقاطعة الدروس لمدة شهور حسب ما توصلت به ومن بعد كانت مقاطعة الامتحان وكانت الحكومة في حوار مع تلك الطلباء لكي يرجعوا للدراسة إلى خير إلى خير والمشكل كان يتمحور أساساً حول مدة التكوين طلباء بغض التكوين يبقى في سبع سنين والحكومة قتلهما تولي غزة سنين الحيتيات هذه المشكلة لما ندخل فيه السؤال كان شمولي يعني أصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء بغضي عرفو حتى الرأي ديالي في تدبير الحكومة لهذه الملف وحتى في ملفات أخرى إلى خيري لا نيغاتيف أنا ما الحكومة ما نقشاش والناس بزار كي يدروا الحكومة وأقوال كثيرة في الانترنت وفي سميته يعني وخنعت الرأي ديالي زي النقص إذنك اللي كي همني هو ما هو أجيال يعني الشباب اللي كي نعاولوا عليهم حنا عندي فكرة نقدر نقولها لكم فقط فكرة هالطلبة قطعوا الدراسة شكو اللي يضعوا وما اللي يضعوا طبيعة الحال دخلوا في حوار وممكن عندهم شيء تنسيقية ولا شيء جمعية ديالهم اللي كتنقش معه الحكومة إلى خيري المهم أن الانتحان كانت فيه مقطعة طلبة قطعوا الانتحان والكلية باش نشوفوش كل دعمة الحضور واش كان الانتحان مقطعة كبيرة ولا صغيرة ايضا 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 المهم لأيهم هذا مشكلة فعلا خطير الحكومة كي يخصد دبرة الأمور واش دبرته بأمر بأسلوب موفق أو كانت غير موفقة أنا ما ندخلش في هذا الأمر هذا نهائيا ولكن نبغير نقول شيء هدرالدو كالشباب الطلبة الأطباء احنا المغرب محتاج للأطباء او الدي راحنا محتاج للأطباء المغرب شاركو لك خالم الأطباء لا ولكن كان خاصة كبيرة ومو هو حيث لا يوجد غير رباط والدار البيضاء وقنات رأى تبارك الله المغرب رأى فيها مدن كثيرة وكخصة تغطية شاملة بحيث يعني الطلب أسلطالب ولسلطالب تلميذ طبيب انت شغلك تكوين يكون 7 سنين ولست سنين انت شغلك خذ ديبلوم إذا كنت قد تقرأ قرأ خذ ديبلوم اه 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 اذا كنت تكون كوف قرأ بوحدك كمّل بوحدك او لدي الاختصاص التخصص وزيد قرأ اه اه ما هي التي يمنعك حتى ايوه الشاب تلميذ الطبيب انت كتكت تقرأ في كل يام جانية للدولة لن تتعرف لأن بزاف ديال تلميذ ما كرهوش يدخلوا تعاني كليات الطب كي يبغيوا التب حيث كلها ولميوّلات ديانه كي يبغي التب عنده موهبة مع أموسيتو أو لا لن يدخل التب باش يمغابغه يدخل التب وكم يمكن لهاش ممكن لاش تربعه تاك ودخلت تلك كلات الطب مجانية والاخور عنده حل واحد إما يمشي الكلية خصوصية للدابة ولكن الخصوصيات اليوم رأيك يخصك أوليدي واحد مليون في الشهر او تلتاشا يفضلها في الشهر يعني عندما تخرج في السبع سنين يخصك سبعين مليون او تنين وسبعين مليون لكي تكون طبيب في الطب العام انتذبا تقرأ في فابور على حساب الدولة او في كلية ستكون لديك طبيب الدولة حتى الآخرين من الطب الخصوصي بطبيعة الحارة يكون امولوغي ولكن انت تقرأ بالمجان في طبيب الدولة كنت ستكون سبع سنين وإذا ستكون ست سنين ما هي المشكلة؟ انت شغلك؟ انت ماشي شغلك ابغيتي تنقشد الأمور هذه واخد ديبلوم ونسمع لك أنا بعدها كمواطن بسيط نسمع لك ذلك ساعة انت تكون طبيب تبارك الله عليك أنا كمواطن بسيط ذلك ساعة نسمع لك بعدك عندك ديبلوم ديال الطب او ذلك ساعة للسياسة ولا شو كيف يش تدير ولا كتب كتوبة ولا دخل في أحزاب سياسية ولا تبرسك وقلهم حنا هنضير وعشر سنين قاع عاد باش نولي وقطيب تبع ديال الطب العام او لا خمسة وعشرين عام لا خمسة وسبعين عام هذا اللي بغيتي ولكن انتدبك تقرأ قرأ البقية بشي شغلك بشي شغلك اللي دخلك تقرأ ذلك الكلية هي الدولة وذلك الكلية ديال الدولة أعطتك تقرأ فابور قرأ وسكت ونتابع وتبعت دروس ريالك المهم الفكرة اللي بغيت ندوز وهو أن مدة تكوين أراها ما عندها علاقة بالكفاءة محتف مهنة الطب أراه بحلال حل مهنة الأخرى كاللي عنده الدبلوم كيكون أقل كفاءة من نظير دياله وطاوة عنده نفس الدبلوم هذة كي مسألة موهبة وكفاءة وشهاد شخصية إلى خير إلى خير مما الدبلوم كل شي يخده تقريبا يعني هذو كل يخده الشواهد دياله رمشي كله محل بحل وخاعده من نفس الشهادة آآ في مينة الطب كي تخرجوا الأطباء واحدين كيبرزوا والاخرين شوية أقل إلى خير إلى خير كين درجات مراتب ست سنين أو سبع سنين أنت ماشي شغلك قرأ خد ديبلوم وعدده هذو الرأي ديالي اللي عندي ما نقول وما دكش تحوكو ما دارت ما دارتش آآ ما 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 بلا ما ندخلو فيها قاع نهائي خد شهادة ديالك حيث هنا في المغرب نحتاجين القطب بقى ومن بعد نشوفوه المهم نحن نرجع للفكرة اللي بيت نقول مدة التكوين أنا كنكررها رامكة رامشي هو المعيار أنا كنذكر وما أمريكو قلت هذا الكلام أنا كنذكر هذي واحد فنقول لك 40 عام بدأت 35 عام لا أعرف كنت باقي كنت باقي كنت باقي كانوا دونتيست حتى لم أطبق دونتيست في المغرب كانت 5 سنين وكانت كلية الطب في المغرب أرى شيء حاجة كبيرة ذلك الوقت أنا لم أعرف ذلك أنا لم أطبق ذلك الوقت كانت التي تخرج طبيب من كلية الطب خاصة الرباط وقلا هي كانت شيء حاجة وعند قيمة وصدع عالمي طيب كانوا وحدين جاءوا من الشرق أجانب وحلوا دونتيست في الرباط الذي نذكر بالضبط كانوا هم أطباء وطبيبات وذلك في السنان وكانوا قراءهم في بلادهم في روسيا وغارية 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 أوروبا الشرقية كانوا يقرأون عامين ميديسين دونتيغ وحلوا كابينة هنا وكانوا يسلحوا درسة سالة الهضراء عشرين عام ثلاثين عام الدرسة لم تتحرك شبارات وفي نفس الوقت كانوا دونتيست أو يسلحوا السنة لا تخسر لك مع 6 شهر أو عام أو عامين إذن مدة التكوين ليست المعيار والأداء يعني العملي ليست مناظري وليست ليست علاقة بمدة التكوين ليست وكيف يجتهد وكيف يتبع الدرس وكيف كان موهوب لا تخافش عليها عام وكيف يتبع نفس الوقت وخاصة لأن الدولة قتلك 6 سنين كافية وذلك العام الأخر يجب كافي وإذا لم يكن تمرين رسمي يجب أبو أتعلم أن تزيد عام من عندك وكيف يتبع أن تنقص مع طبيب أخر ونقول الله رحم والدين سنقص معك ونقص معك ونقص معك ونقص 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 ولكن الحكومة يجب يجب أن تكون أسجل إذا ونقص لأطفال ونقص أكبر أكبر أو أكبر أو أكبر أو أكبر أو 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 ولا بحليقة لكم أريد أن ندخل في طريقة تدبير الحكومة للأمور هذه أو تدبير الحكومة مهم رأي 6% الطبيب قرأ واخد ديبروم ديالك وباركة منها لا من الدهاج في الهدراء الخاوية قرأ هؤلاء المطلوب منك ونحن نحتاج لك بينك تكون طبيب عندك ديبلوم والداوينة من المرضى نحن الشعب المغربي نحن البوسطة المغرب أعطاك الله تقرأ فابور الناس أخرين لا يقرأ فابور وإذا يقرأوا الطب قلت لكم واقع القبيل لا خاصوا مليون أو 13 ألف درام في شهر أو لا يعني لك تأخذ الطب في الطب العام خذت 72 مليون أو 73 مليون ما هي كلها خلصة هذه 73 مليون ما هي كلها يقدر ما هي أعطاك تقرأ وقرأ وبركة من الفهمات وبركة من الفهمات وانت باقي صغيرة والدي باقي تلميذ قرأ واخد ديبلوم أما الحكومة هذك هذرة أخرى يعني كنت عرفت أنني لنتقد الحكومة يعني هي هذه الحكومة يعني تأخذ من اعتبار المسائل ممكن ولكن زي النقص بحالي أقول لكم كل شيء يهدر على الحكومة كل شيء ينتقد وانتقادات وكذلك وبالتالي المهم عندي أنا هم الأجيال الصعيدة ما الدواش هذا شيء كل ما يروج قراوي صافي وتحياتي عالية جدا إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الصرفاء النزهاء وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله